مرحبا بكل مشاهدينا الكرام الأستاذة حنان كانت حامل وقبل ولادتها بوقت المحدد الدكتور كان محدد معاه فبعدين هي لما لقى عندها وجع وكده فقالت لنا يعني عايزة تعجل الولادة فالطبيب قال لها طالما فيه وجع ممكن ان يبقى فيه ان احنا يعني بدأت فيه عملية الولادة فهي البنت توضعت في حضانة وبعدين توفيت فهي محملة نفسها المسئولية دي ما انصح بيه اختي الفاضي لانك ما تحمليش نفسك فوق الطاقة والأمر في النهاية بيخضع لاشراف الطبيب والوضع اللي احنا فيه ده نصبر ونحتسب ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يخلف علينا خيرا من ذلك وننشغل بما ينفع في الدنيا مش هعد ابكي على اشياء فتتني وربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني دول عليهم الصلوات اي رحمات عظيمة وسكينة بتنزل الى قلوب هؤلاء اللي فوضوا الامر لله سبحانه وتعالى ولما اصبتهم اي مصيبة في الدنيا وجعتهم سواء زي ما الاية الكريمة هذه الباقة من الايات بتوضح ان الانسان بيبتلى في الدنيا بنقص من الاموال والانفس والثمرات زي ما نفقدت هذه النفس الصغيرة اللي لسه رضيعة فانا خلاص اسلم الامر لله ويكون مقول المؤمن انا لله وانا اليه راجعون دولت اولئك لتفخيم حال هؤلاء وانا مقامهم كبير عند ربنا سبحانه وتعالى مهما كانت الاقدار التي يتقلبون فيها الا انهم موكلين الامر لله سبحانه وتعالى مرددين الحقيقة الاصيلة انا لله وانا اليه راجعون دول عليهم اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واؤلئك هم المهتدون اللي بيمشوا على هد في حياتهم الدنيا فيهتدون الى الجنة في اخرى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من هؤلاء خلاص ما بصش للفد انتهى وانقضى واحمد الله واقول انا لله وانا اليه راجعون ونفوض ونسلم الامر لله والمؤمن يتقلب في خير على كل حال يا صاحبة السؤال